موسيقى ربو دو بخيس انترنشنال ويرفض نتنياهو الاعتراف بمسؤوليته عن الهجوم اللي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي رغم إقرار وزراء وقادة أجهزة أمنية واستخبارتية بفشلهم في توقع الهجوم السحفة ذكرت أن المقاومة الإسلامية أثرت نحو 239 مستوطن بينهم عسكريين بيروتاب رفيعة وترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7000 أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء موجودين في زوجون الاحتلال ونهار الثلاثين القناة 13 الإسرائيلية قالت أن وزراء وأعضاء بالكنيسة الإسرائيلي من حزب الليكود قاعدين ينقشوا في فرضية الإيطاحة برئيس الحزب نتنياهو مباشرة بعد الحرب عبر تصويت بحجب الثقة وأظهر استطلاع رأي نشروا موقع ولا العبري أنه 66% من الإسرائيليين يؤيدوا إلى حد كبير إجراء انتخابات بعد نهاية الحرب على غزة وفي صحيف The New York Times نقرأ على عيون الحرب على غزة 400 سياسي أمريكي يحتاجون على دعم الهجمات الإسرائيلية مع مواصلة الاحتلال عدوينه على قطاع غزة وارتفاع عدد شهداء إلى أكثر من 11 ألف شهيد أكثر من 400 مسؤول سياسي أمريكي وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن يحتاجوا فيها على سياسة الحكومة المتعلقة بالحق وحسب الخبر اللي أوردته صحيف The New York Times الأمريكية فإنه في الرسالة دعوة للرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطليق النار وتوجيه دعوة لوقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمن الإفراج الفوري عن الرهيئن المحتجزين تعاسفاً وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية من خلال استعادة المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية في غزة وأكثر الصحيفة من جهة أخرى أنه وفقاً لاستطلعات الرأي فإنه غالبات الأمريكيين يأيدوا بقف إطليق النار وإنهم ما يحبوش يدخلوا حتى حرب أخرى مكلفة وغير مجدية في الشرق الأوسط وبحسب الخبر فإنه الرسالة تحتوي على توقيعات أكثر من 400 من السياسيين والموظفين اللي مثلوا حوالي 40 مؤسسة حكومية أمريكية وإنهم من الشخصيات البيرزة اللي لعب الدور كبير في انتخاب بايدن للرئيسة كانت هذه الروفيو متعنا اليوم واسم نتلقى في الروفيو الجاية